هذا الهاتف من سامزوك قد يكون الأكثر طلب عليه لماذا؟ لأن نسخة اللايت من تجربتنا مع S10 Lite أخذ سناب تراجون ليس إكزونوس وتوفر في بلداننا ممكن هذا الجهاز يكون هو الهاتف من سامزوك المناسب لك خليك معي لتعرف تسريبات هذا الهاتف السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار وبرحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع فرصة إذا لم تشترك بالقناة هاي فرصتك تشترك بالقناة قبل ما أبلش بتسريبات هاتف السامسونج S20 Lite أو FE بدي أتحدث عن موضوع الجالكسي نوت 20 ألترا واللي صار معي مع سامسونج بكل بساطة عشان ما نطور في الموضوع شركة سامسونج عزمتني على الإفنت ووعدتني بجهاز حتى أغطي عنه وأعمل عنه فيديو وأنا كنت متوقع متوقعي عادي طبيعي اللي صار وزعوا الأجهزة على الشباب أنا ما أعطوني نسخة فأنا بصراحة مرتحت لهذا الموضوع ما حبيت هذه الحركة مش حلوة الحركة لما توصلت مع شركة سامسونج سألتهم حكوا لي إحنا عنا إجراءات وإحنا بنقرر مين نعطيه ومين ما نعطيه ومش ما عنا فرضة لازم نعطيه حدا على حدا فبصراحة الكلام يعني ما عجبني بالمرة يعني أنا على المزاج تبعكم اليوم بتكونوا تعطوني اليوم أعطتوني المرة الجاية يمكن مزاجكم ما يكون رائق ما بتعطوني هذا ما بيناسبني ما بيناسب أي حدا ما بيناسب أني أتعامل أنا مع سامسونج بمزاجية اليوم ألا بحب سامسونج أشكر الجهاز بكرة بحبش سامسونج أطخ على الجهاز لا أنا دائما راح أحكي عن سامسونج بما أراه حق أو عدل أو إنصاف جميع الأحوال بغضلنا رشوة علاقتي معهم طيبة أو مش طيبة هذا الصح هذا البزنس يعني لازم يكون هيك هم ما تتعامل معي بالطريقة اللي شفتها مناسبة فبصراحة كثير هذا أزعجني الموضوع الجهاز لم يصلني ولن يصلني وما بدية فلن تكون هناك ريفيو ولكن ذلك لن يغير رأيي وقناعاتي بأجهزة سامسونج أنا بحكي عن سامسونج الأردن مثلا ممكن عندي مشكلة معهم بس هذا لا يعني أني عندي مشكلة مع سامسونج الأم أو الأصل بالعكس إجاني جهاز أو حتى عرفت عن جهاز حضرت مراجعات عن جهاز ممكن أعمل عنه فيديو أحكي الإيجابيات والسلبيات زي ما أنتم متعودين علي من غير أي تغيير وما قالوا علاقة للمشكلة اللي بينه وبينهم ما قالوا علاقة برأيي بالجهاز حسنا نبدأ نحكي عن التسريبات هذا الجهاز زي ما قلت لكم ممكن كثير ناس يفكروا يشتروا هذا الجهاز اللي هو اسمه S20 FE FE يعني Fan Edition أنا بدأ أسميه S20 Lite يعني يشبه كثير تصميم S20 و S20 Plus الألترا شوية شكله غير أنا بصراحة عاجبني تصميمي اللي بدي يطلع فيه لماذا؟ أنا أصلاً عاجبني تصميمي S20 Plus والS20 أكثر من الألترا وحتى عاجبني تصميم نوت 20 ألترا مسكته بأيدي عاجبني أكثر من هذا التصميم أفهم هذاك بصراحة يعني معمول بطريقة جميلة جداً بغض النظر أن الكاميرا كبيرة أو لا الهمب معمول بطريقة جميلة فالS20 FE سيكون تصميمه زي كانك ماسك S20 وهذا أشي بصراحة حلو من ناحية تصميمية أعتقد أنه هذا أشي جميل من الأمام اللي اختلاف أنه ما فيه إجز ما فيه يعني حتكون الشاشة عن جد فلات ما فيه بالمرة ولا أي انحراف بالشاشة فالشاشة حتكون فلات بدون مشاكل وعندك ثقب بالشاشة وعندك بعض اللي هو البزلز على الأطراف لكن بشكل عام شكله جميل الهاتف رح يجي بست ألوان فيه أخطار فيه أزرق فيه أحمر وفيه أبيض بصراحة أنا كثير عاجبني اللون الأخضر المنت جرين كثير اللون حلو أتمنى أشوفه هنا في بلادنا هذا اللون والسعر المفروض يكون السعر يعني أرخص مما سمعنا بالسابق أهلا نحكي عن الشاشة يعني أنتم تعرفوا شاشات سامسونج الشاشات سامسونج من أفضل الشاشات الشاشة المتوقعة على هذا الجهاز تكون دايناميك أموليد 6.4 أو 6.5 إنش وحتتدعم 120 هرتز بس حتكون فل اتش دي بلس فقط مش كواد اتش دي أما الجميل في الموضوع المعالج المعاجل اللي راح يكون هون مش إكزينوس هيكون سناب دراجون 865 بالبعض حكها 865 بلس بس أنا أشك في ذلك هو 865 على الأغلب فهذا يعني هون نقطة حلوة بصراحة يعني هيكون عندك فيه فرصة تشتري هذا الجهاز وعلى الأغلب زي ما توفر الأس تين لايت وعليه معالج سناب دراجون 855 بلس راح يتوفر هذا الأس عشرين أفي على الأغلب عشانك أنا متحفز أما هل عندي خبر أكيد مئة بالمئة حيتوفر في بلاد العربية لا بس أنا بقيس على الأس تين لايت توفر الجهاز حتى في الأردن توفر وكان سعره ممتاز حالة من التسريبات المهمة إذا بتتذكروا وقت إعلان الأس عشرين ألترا والأس عشرين والأس عشرين بلس حسب ما أذكر أنا أول ما نزل أول ما أعلنوا عنه كان ألف دولار سامسونج أول ما تعلم عن الأجهزة بكون فيها سعر معين بعد عدة أشهر بتغير السعر هذا حكا مظبوط يعني هسا الأس عشرين ما بتلقي بألف دولار بتلقي بسعر أقل كلام سليم الجهاز اللي بدي ينزل هذا الجديد منذ البداية حيكون سعره على الأغلب 768 دولار فهذا السعر يعتبر كويس وإذا صبرت عليه كمان بس يوصل لبلادك يمكن تخذه بسعر لسه أقل فأصبر إذا بدك تجربة سامسونج شاشة سامسونج ومعالج سناب دراجون بالنسبة للكاميرات ثلاث كاميرات 12 ميجا بيكسل للعادية 12 ميجا بيكسل للألترا وايد والثمانية ميجا بيكسل للزوم أوكي بختلفوا عن الأجهزة S20 تمام ولكن على الأقل ستأخذ تجربة محترمة بهذا الجهاز بالنسبة للبطارية ستكون 4500 ميلي أمبير والشحن السريعي 25 واط وهذه أرقام بصراحة حلوة قرأت جملة حلوة بتويتر أنه هل سيأتي يوم أن نحكي يا سامسونج لماذا أعطيتونا سناب دراجون أعطونا إكزينس بصراحة ستكون شيء حلو لم نعرف المستقبل ما يخببنا على كل حال هذه تسريبات الجهاز وهذه تسريبات الأسعار ماذا سأكون بالجهاز هل عن جد 150 لهذا الجهاز أنا بصراحة نعم يعني أجهزة سامسونج بالعادة الفئة العليا بصراحة ما عليها كلام يعني النوت 20 ألترا لو أصرا وصلني أنا ما كنتش عارفش إيش بدي أحكي يعني وين العيوب قاعد بدور بحضر مراجعات بدور على العيوب مش لاقي عكل حال رح أحضر أكبر عدد من الريفيوز للأسعش للنوت 20 ألترا من جهات مختلفة بلغات مختلفة وأعطيكو الزبدة أو الصافة وشكرا جزيلا لا تنسوا تتعبونا على إنستجرام اللايك الشير الكومنت كله بفيدها القناة جزاكم الله خير أنتو الأساس أنتو الهدف فيكم أنا أصلا بكبر بدونكم أنا ولا إشي الشركات عادي السلام عليكم